بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في فيديو آخر وتمارين آخر من سلسلة تمارين التحدي والأولمبياد يكون x و y عدلين حقيقيين إذن السؤال لنبين أن x و 6 زائد y و 6 زائد 1 أكبر قطعا من x جزء مربع y و 6 زائد 1 زائد y جزء مربع x و 6 زائد 1 إذن كان عادا وقف الفيديو خذ الوقت لأكفكر مزيد في الحل ونبعد أرجع وكمل الفيديو إذن على بركة الله نضحتنا الجهة اليسر مع الجهة اليمنى إذن كانت علاقة تربطنا الجهة أو الطرف الأيسر مع الطرف الأيمان هنا لاحظوا معي عندي x هنا x و 6 2 هنا عندي جزء مربع y و 2 زائد 1 وهنا عندي x و 6 زائد 1 بمعنى لا رفع هذه العدد و 2 كي أعطيني x و 6 2 و لا رفع هذه العدد و 2 كي أعطيني هذا العدد هذا بالتالي العلاقة التي تقدر جمعها التعبير هذا فهد تعبير هذا إما المتطابقة لهم الأولى أو الثانية إذن باستعمال متطابقة لهم الأولى الثانية كنعرف أن a ناقص b الكل os 2 دائما أكبر من أو يساوي الصفر هذا يعني أن a os 2 زائد b os 2 ناقص جوج a b أكبر من أو تساوي الصفر وبالتالي a os 2 زائد b os 2 أكبر من أو تساوي جوج a b هذا يعني أن a os 2 زائد b os 2 مقصوم على جوج أكبر من أو تساوي a b إذا الآن لا اعتبرنا x هو a وجود مربع y os 2 زائد 1 هي b هذا يعني أنه a os 2 هي x os 2 زائد b os 2 بمعنى y os 2 زائد 1 مقصوم على جوج أكبر من أو تساوي a وهي x وبالي هي جوج مربع y os 2 زائد 1 والآن بنفس الطريقة وباعتبار نفس المتفاوتة a os 2 زائد b os 2 ناقص جوج أكبر من أو تساوي a b وباعتبار a هو y و b هو جوج مربع دل x os 2 زائد 1 إذن اتنا x os 2 زائد y os 2 زائد 1 الكل على اتنان أكبر من أو تساوي y جوج مربع دل x os 2 زائد 1 والآن نجمع المتفاوتين طرف بطرف ونحصل بنسبة الطرف الأيمن x os 2 زائد y os 2 زائد 1 أكبر من أو تساوي x جوج مربع y os 2 زائد 1 زائد y جوج مربع دل x os 2 زائد 1 وحسب السؤال كنا نبينون من أن التعبير في طرف الأيثار أكبر قطعا من التعبير في الطرف الأيمن هنا كنا نحصل عоды التعبير في طرف الأيثار أكبر من أو تساوي التعبير في طرف الأيمن وبالتالي لكنا نبينون من ان التعبير هذا اكبر من hastります خاصنا بينه انه يخالف وبالتالي عدنا ندير فرق التعبيرين ومبينه بانه يخالف الصفر ادنا x plus 2 زائد y plus 2 زائد 1 ناقص x جض مربع y plus 2 زائد 1 ناقص y جض مربع x plus 2 زائد 1 تساوي الصفر هذا يعني ان هذا البرهن هو صحيح وهذا خطأ ولا بقنا يخالف الصفر بمعنى هذا صحيح وهذا خطأ ادنا هنا قد نبحثه على تعميل مناسب لاحظوا بانه هنا بامكان استعمال العلاقتين السابقتين يعني المتطابقة الهامة التانية وبالتالي قد نضرب طرفين هاد المعادلة في اتنان ونحصل على جوج x plus 2 زائد جوج y plus 2 زائد جوج ناقص جوج x جض مربع y plus 2 زائد 1 ناقص جوج y جض مربع x plus 2 زائد 1 تساوي جوج الصفر هي صيفر ادنا هنا قد نعمل بمتطابقة الهامة التانية ونحصل على هنا x plus 2 زائد y plus 2 زائد 1 ناقص جوج x جض مربع y plus 2 زائد 1 زائد x plus 2 زائد y plus 2 زائد 1 ناقص جوج y جض مربع x plus 2 زائد 1 تساوي الصفر ادنا هنا قد نعمل بمتطابقة الهامة التانية ونفس الشيء هنا ادنا هنا قد نحصل على x ناقص جض مربع y plus 2 زائد 1 الكل plus 2 زائد وهنا قد نحصل على y ناقص جض مربع x plus 2 زائد 1 الكل plus 2 تساوي الصفر وقد عرفوا ان المربع دائما موجب بمعنى هذا العدد هذا موجب وهذا العدد موجب ناقص جض مربع y plus 2 زائد 1 يساوي الصفر وعدد الثاني y ناقص جض مربع x plus 2 زائد 1 يساوي الصفر اذا بالنسبة للمعدلة الاولي, سنجعل X في الطرف الايصار ونأخذ an y s2 زائد واحد للطرف الايمان. في بعض المعدلة المعادلة الثانية, ونذيب ان ن soort taką y أتبقى في الطرف الايصار و الآن سأ Matata قريبner مادلة الاولى. سنسطح 202 أصحل على x2 يساوي 202 وفي قال و岸 2 زائد واحد. وبالتسبة للمعدلة الثانية المعادلة المعادلة الأولي هاد نرفع 202 أصحنا Fantana و Round y 2 زائد واحد. الآن قد يجمع المعادلة تنطرف بطرف ونحصل في الطرف الأيصر على x2 زائد y2 تساوي y2 زائد x2 زائد 1 زائد 1 هي جوج إذا الآن المجاهل هي الطرف الأيصر ونحصل إلى x2 x2 هي الصيفر y2 هي الصيفر وبالتالي حصات على الصيفر تساوي جوج وهذا لا يمكن وبالتالي التعبير الأول ناقص التعبير الثاني يخالف الصيفر هذا يعني أن التعبير للطرف الأيصر أكبر قطعا من التعبير للطرف الأيمن إذن إلى هنا ننتهي شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله